كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خاري حدود إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سيرت الجفرة ده أمر بالنسبة لنا خط تحمل الجيش المصري يحمي ولا يهدد المناورة حسن عشرين عشرين شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة حسن عشرين عشرين والتي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصعيقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي بدأت المرخلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات الهجومية لمراكز قيادة العدو وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ كما نفذت الوحدات البحرية عدداً من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية تضمن التنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بوسطة قدائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أكبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري كما نفذت مجموعة من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من علامة حاملة المروحيات من طراز مسترال بالإضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطل وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصائقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي واختمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات موسيقى 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 كما قام عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ وناقش القادة على كافة المستويات في أسليب القتال وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازهما بالجهد الذي يبدله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليه تأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة حضر المرحلة قادة الأفرع الرئيسية وعدده من قادة القوات المسلحة الكيش المصري يحمي ولا يهدد المناورة حسن عشرين عشرين أقل انطباع وبقول أقل انطباع لأنه وراء منورة حسمة عشرين عشرين واستقبال المواطن العادي لها فيه تفاصيل كتيرة وانطباعات كتيرة لكن أنك تحس على المستوى الشخصي بالفخر بالقوة بالاعتزاز أنك بتعتزد بجيشك بأبطالك لما تشوف هذه المناورة بهذه الكفاءة كأنها هي بروفة حرب معنى منورة بهذا الحجم وكل التشكيلات بنتكلم على قوات بحرية وجوية قوات خاصة من الساقة قوات خاصة بحرية والمظلات يعني بنتكلم على وطبعا احنا عارفين احنا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي والرئيس عبدالفتاح سيدي وحنا بنتابعه في المشهد قدامنا أنه كان بيقول على الجميع الاستعداد لأي مهمة تطلب من قوتنا المسلحة في داخل حدودنا أو خارج حدودنا يعني الأمن القومي المصري بنصون أمننا وحدودنا ومقدراتنا والتهديد اللي جايلنا طبعا من المشهد الليبي وتدخلات لأطراف إقليمية ونظام التركي وحنا بنشوف مؤخرا جلسة مجلس الأمن اللي كانت لها علاقة بالمشهد الليبي وخلاص يعني مجتمع الدولي كله عارف مين المتسبب في إشعال المشهد الليبي مين اللي بيبعد بالمرتزقة والأسلحة المرتزقة اللي بلغ عددهم أكتر من 16-17 ألف والمجتمع الدولي وكنا سمعين طبعا الكلمات المسؤولين يعني فين الإدانة الواضحة فين التحرك الواضح فبالتالي أنت لا تملك غير أنك أنت تحمي نفسك حقنا الشرعية الدولية زي ما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أصبحت بتمثل لنا الركيزة لأي تحرك إنك بتحمي نفسك وبتحمي حدودك في ظل غياب المجتمع الدولي خلينا نقولها بالشكل مباشر إحنا بقينا بنسمع بس هي جومة الإنشائية ومش عارفة إيه وحظر السلاح ونرفض تدخلات الإقليمية لكن بوجود بدون وجود أي نية حقيقة أو أي تحرك أو أي قرار ينفذ على الأرض الوقف المهزلة اللي بتحصل في ليبيا وتدخلات طبعا الفضيعة اللي بتتم على الأرض هناك فبالتالي إحنا بيقول إن إحنا أولى بحماية نفسنا ويحقنا فالمنورة دي هي رسالة مهمة حتى العنوان الجيش يعني إحنا بنحمي نفسنا الجيش المصري لا يهدد لكن بيحمي بيحمي أمنه وحدوده ومواطنيه فبالتالي المنورة دي مهمة ووراها أهداف كتيرة والرسالة لمن يهمه الأمر ورسالة لأي حد عايز إن هو يعبس بأمننا وبحدودنا وبمقدراتنا وبسرواتنا وإحنا عارفين طبعا أطمع الجانب التركي في المياه الاقتصادية في البحر المتوسط وفي النفط أطمعهم في النفط الليبي وأطمعهم كمان في الغاز غاز البحر المتوسط فبالتالي هي رسالة وتحرك مهم وقوة الردع وإنك تقول إنك تملك الجاهزية والاستعداد يعني إنت بتشوف يعني ياريت نراجع كده بس نشوف مرة تانية حتى بتشوف حاجة يعني قدام عينيك لعدوك أهو إنت لو قربت ده اللي هيحصل إنت لو هوبت ناحياتي ده اللي هيحصل لك ربنا يحمي ولادنا يا رب وجيشنا وإن شاء الله يا رب إن شاء الله نفضل دايما هامتنا مرفوعة وحميين نفسنا وحميين حدودنا ولما بنقول إن كان فيه استشراف وبعد نظر لما تكلمنا على التسليح وتحديث التسليح والفرقطات وحاملات الطائرات وكل الكلام ده كله وتسليح البحرية كان ده لوقت معلوم ولوقت المعلوم جاه وفي المقابل خلينا أقول برضو مشهد على مواقع التواصل الاجتماعي برضو ده سلح من نوع تاني يعني دول جنود الشباب المصري اللي كنت شايفة خلال الأيام اللي جاية فيه استنفار وهمة وعزيمة وروح وطنية عالية وروح معنوية مرتفعة وأن كل شاب بيقدم نفسي بقول أنا جندي مقاتل فلاني لفلاني أنا مستعدة لخطبة بلدي في أي وقت تحتاجني إحساس يعني بالتكاتف وإحساس أنك أنت لأ إحنا بنحمي نفسنا وبنحمي بلدنا وما يفعش أبدا حد يهددنا ولا أي حاجة تحصل بالشكل ده فيعني إن شاء الله يا رب يعني كل بإذن الله كل السلام وكل التحية لقواتنا المسلحة قواتنا المسلحة اللي بتحمي وبتبني في نفس الوال